السلام عليكم اصدقائي معكم دوم من قناة اسهل واسرع الوصفات النهاردة معانا في الفيديو هنتعرف على طريقة عمل تشيزي فرايز زي المطاعم بالزبط بطريقة جميلة جدا هتعجبكم وكمان طريقة عمل الصوص الجبنة بطريقة المحترفين كالمطاعم في اخر الفيديو تابعوا للاخر ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يمسلكوا كل يوم افكارنا الجديدة وصفاتنا السهلة والسريعة كل يوم زي ما انتو شايفين كده تشيزي فرايز تحفة جدا هتعرفوا تعملوه في البيت زي المطاعم بالزبط واحسن كمان ولزيز وصحي عن الاكل المطاعم يلا نشوف مع بعض الطريقة طبعا هتكوني مجهزة البطاطس بتاعتك هتغسليها وتقطعيها اصابع وتحمريها وتطلعيها لون الذهبي ده وبعد كده هتبدأي تتبليها بشوية التوابل كمون والملح وشوية من التوابل وهتبدأي بقى تضيفي تشوفي ايه المتاحة عندك من اي نوع من انواع اللحوم سواء كانت فراخ جهزة او لحوم او لحمة حمراء جهزة او ببروني او لانشون او باستر ما تقدري تضيفي عليها المتاحة عندك وبعد كده بتضيفي عليها سوس الجبنة تغرقيها بسوس الجبنة بالشكل ده كده وتضيفي عليها سلطة الكولوسلو وبعد كده بتضيفي عليها من المايونيز بقى او القطشب وتقدميها بالشكل ده كده تحفة جدا زي المطاعم بالزبط وتقدري تعمنيها في البيت بكل سهولة دي بقى سوس الجبنة هتضيفي نص كيلو من الحليل على نار متوسطة وتبدأي تضيفي اربع معالق كبار من الدقيق المضاف عليه توم بودر وبصل بودر وهتقليب لحد ما يتقل معاك وهتنزلي بقى بالبابريكا والجسط الطيب والمالح والفلفل وشوية من البهارات كده وتقليب كويس بعد كده هتنزلي بالجبنة الشيدر السفرة وجبنة الشيدر بيضة وهتضيفي برضه من الجبنة الرومي المبشورة وهتضيفي جبنة كريمي بالشكل ده كده وهتقليب كويس لحد ما يسيحه عن النار بعد كده هتبدأي تطفي عليه ويبقى جهزة معاك لو حابة تضيفي نقطة تلون الجبنة دي اختياري يعني وهتبقى معاك